تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية وذلك لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السلع الرسمي تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 537 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغة قرابة 338 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضط أكثر من 90 طن أما في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السلع الرسمي للأرز الأبيض تمضط أكثر من 219 طن أما في مجال البيع بأزيد من السلع الرسمي للسلع الغذائية تمضط أكثر من 3 أطنان وفي مجال البيع بأزيد من السلع الرسمي لمواد البلاء تمضط 25 طن أسمنت حضي تسليح أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 341 قضية من بينها 82 قضية خبز ناقص الوزن و60 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغشة الأعلاف تم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغة 125 طن